لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اذا اخواني الكرام اقول انه حتى خطاب تبول في تلك الفطرة كان في حملته الانتخابية لنكون صراحة نتحدث بصراحة وبوضوح حتى حملته الانتخابية لم تكن حملة بمعنى الكلمة كان متردد ولا يريد ان يعبر عن قناعاته لان لم يكن له تنسيق مع الجيد صالح الجيد صالح لم يكن يرسل له ماذا يريد فقط هو كان يريد في ذلك الوقت ان لا يطرق الابواب او النقاط الحمراء او الخطوط الحمراء حتى يقع تحت طائلة غضب المؤسسة العسكرية التي كانت في ذلك الوقت تكفلت بقيام بدورها في اطار انقاذ الجزائر من العهد الخامسة والذهاب بها الى مصار معين لضمان استقرارها وامنها هذه هي الحقيقة التي يجب ان نعلمها بعيدا عن المهاترات وبعيدا عن ضرب خطر مل لكن حتى شفت الندوة الصحفية التي عقدها الجيد تابون عبد المجيد تابون كيف رفع من صقف كلامه ضد فرنسا حتى في خطابه الذي اداه بعد اداء القسم الذي قدمه للشعب كيف كانت لغة تابون غير اللغة التي هي الان موجودة لانه كان في ذلك الوقت الجيد صالح وكان الرئيس تابون يدرك ان الجيد صالح والمؤسسة العسكرية ليس لها اي ارتباط بالدوائر فرنسية بل ان هناك ازمة كان يعلمها لذلك رافع من سقف كلامه ضد فرنسا وضد الرئيس الفرنسي ماكرون وما الى ذلك ولكن بعد رحيل الجيد صالح بدأت الامور تتجه نحو اتجاه اخر اخر زيارة الاولى للوزير الخارجي الفرنسي كانت في جونفي بعد ذلك حدثت تواصل الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الجزائري تابون حدثت عدة مرات الكل توحي بان الجزائر بدأت تتخلص من تركة الجيد صالح المتمثل في ازمة العلاقات مع فرنسا بالنسبة لكثير من القراءات هناك من يقرأ بان خلاص الجزائر بدأت وضعت نفسها في القاطرة اذا لن تكون في حاجة الى اي ازمة مع فرنسا ولا هي في حاجة الى مثل هذه الصراعات وهذه الخلفات هناك من يقول غير ذلك ايضا يقرأ يقول بانه جزائر لا يمكنها ان تذهب بعيدا بسبب كثير من الملفات وفرنسا دولة كبرى والعلاقات متينة وهناك اتفاقيات كثيرة وامنية وعسكرية واقتصادية وديبلوماسية وسياسية وما الى ذلك ايضا ان هناك من يتحدث على ان فرنسا لديها لوبهات خطيرة في الجزائر وان هذه اللوبهات قد تحركها وتسبب المتاعب للرئيس تابون لذلك الرئيس تابون يريد كسبهود فرنسا حتى يتحرك بانهوكوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه حتى ينتهي من هذه الملفات الكثير من القراءات والقراءات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله